الرئيس السيسي يلتقي المبعوث الغاس لرئيس زمبابوي ويؤكد حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور الثنائي الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الانشائية لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة طبقا لأرقى المواصفات العالمية المستشار الألماني يؤكد أن العقوبات تمنع موسكو من الاحتفاظ بقدرتها العسكرية ويتوقع انتكاسة للاقتصاد الروسي العقود السادسة في القاهرة الرابعة بتوقيت جرينيتش نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زمبابوي في مختلف المجالات لسيما التبادل التجاري والاستثمار إلى جانب التعاون الفني وبناء القدرات ودعم البنية التحدية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للمبعوث الخاص لرئيس جمهورية زمبابوي سيمبراش موبين جيكوي بحضور الرئيس التنفيذي لمعهد المعرفة الإفريقية وسفير زمبابوي بالقاهرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس إميرسون موننجاجوا كما أشار الرئيس إلى حرص مصر على تعظيم التنصيق والتشاور مع الجانب الزمبابوي فيما يتعلق بسبل تعزيز أليات العمل الإفريقي المشترك بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصب إليه الدول الإفريقية من جانبه نقل المسؤول زمبابوي للرئيس السيسي رسالة خطية من أخيه الرئيس موننجاجوا أكد فيها اهتمام بلاده بتطوير مسار العلاقات التنائية ودفع أثر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على الشتى الأصعدة والتطلع إلى الاستفادة من خبرة الدولة المصرية في المشروعات التنموية خاصة ما يتعلق بمجال التشهيد والبناء في دوء اعتزام زمبابوي بناء متحف ضخم مخصص لعرض طريق ومسيرة التحرير الأفريقية أخذ في الاعتبار أن مصر كان لها دور محوري ورائد في تلك المسيرة الأفريقية استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين للموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع على سير العمل بمختلف مكونات المدينة الأولمبية والتي تعد صرحا رياضيا ضخما متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية ووجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من الأعمال الانشائية بالمدينة بمختلف منشآتها وفق الجداول الزمنية المحددة وطبقا لأرقى المواصفات العالمية كذلك وجه الرئيس السيسي بأن يكون الهدف الأساسي لعملية الإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية هو ضمان كفاءة واستدامة حصن إداراتها وتوفير فرص عمل للشباب داخل تلك المنشآت إلى جانب تحقيقها لعوائد اقتصادية تؤدي إلى تنمية مواردها الذاتية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تعزيز جهود الاستصلاح الزراعي في مشروع الدلتة الجديدة وما يتبعه من إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة جاء ذلك خلال اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حربها بالفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع على مستجدات المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي الدلتة الجديدة والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبعة حيث يضم المشروع في نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع مستقبل مصر كما تابع الرئيس خلال الاجتماع جهود استغلال وتطوير مجموعة الأراضي الفضاء داخل محافظة القاهرة خاصة في منطقة شرق القاهرة حيث وجه الرئيس السيسي بإتمام هذه العملية وفقا لنهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة وجهود التنصيق الحضري في المحافظة أصدر رئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 247 لسنة 2022 بتعيين 38 من عضوات هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بوظيفة مستشار مساعد من الفئة بمجلس الدولة كما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين الشيماء عبد الفتاح منصور عضوات هيئة النيابة الإدارية بوظيفة نائب بمجلس الدولة اعتبارا من التاسع من مارس 2022 وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل تبسيط وتسهيل إجراءات عبور المواطنين والبضائع الأنفاق أسفل قناة السويس وأشار الرئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن اللقاء يستهدف التوافق على المزيد من الأليات التي من شأنها تسير إجراءات عبور الأنفاق أسفل قناة السويس وذلك بما يسهم في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع كما استعرض رئيس مجلس الوزراء جهود المبدولة من مختلف الجهات المعنية في إطار إتاحة وتوفير المزيد من الإجراءات لتيسير حركة المركبات والمواطنين عبر الأنفاق والكبار العائمة والمعديات بالمجرى الملاحي لقناة السويس عقد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض مساودة استراتيجية النهود بالسياحة المصرية والتي أعدها أحد بيوت الخبرة العالمية تستهدف الدراسة صياغة إطار عمل استراتيجي للسياحة من خلال مساندة الجهود الحكومية وذلك من أجل تطوير قطاع السياحة بشكل مستدام وإعداد إطار عام يشمل تطوير الصناعة بأكملها بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية التي تم تبنيها من قبل وأشهد مسؤول المكتب الاستشاري العالمي الذي أعد مسودة الاستراتيجية بأعمال البنية التحتية التي تمت في مصر على مدار الأعوام الماضية والتشريعات والإجراءات التي تم إقرارها في القطاع السياحي وفي ختم الاجتماع وجه رئيس الوزراء بعرض مسودة الاستراتيجية على الاجتماع القادم للجنة الوزرية للسياحة وتشكيل لجان العمل النوعية المختلفة لتتولى وضع آليات التنفيذ شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة شرف ثلاثة واستمر المشروع العدة أيام في طريق قطة التدريب الاستراتيجية التعبوي للهيئات والإدارات وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة قوات المسلحة وتضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير التي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد لأن عناصر المشاركة بالمشروع كما قام وزير الدفاع بجولة تفاقدية لعدد من الوحدات الفنية التخصصية التابعة للهيئة الهندسية لقوات المسلحة تضمنت افتتاح عدد من المصانع بأرش الانتاج الرئيسية التي تعمل بأحدث الوسائل والنظم التكنولوجية المتطورة في المجالات الهندسية المختلفة تتواصل فعليات تدريب المشترك الجوي المصري السعودية فيصل 12 بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي ويجرى تنفيذه على مداري عدة أيام بالمملكة العربية السعودية تضمنت المراحل الأولى للتدريب عقد العديد من المحاضرات وإجراءات التلقين لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية فضلا عن تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات متعددة المهام وظهر خلال الأنشطة التدريبية المنفدة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راق واحترافية عالية في تنفيذ كافة المهام بما يظهر مدى ما تمتلكه القوات الجوية للبلدين من إنكانيات بشرية وفنية واستعداد قتالي وقدرة على العمل المشترك تحت مختلف الظروف استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من أعضاء الملتقى الأول قيادات الشبابية والإعلامية الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة لإطلاعهم على دور الأكاديمية في إعداد طلابها يأتي ذلك في إطار التأكيد على التلاحم ومد جسور التعاون والترابط بين هؤلاء الشباب وأقرانهم من طلاب كلية الشرطة في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم بخاصة الشباب استقبلت أكاديمية الشرطة أعضاء الملتقى الأول للقيادات الشبابية الإعلامية من طلاب ومعيدين كلية وأقسام الإعلام بالجامعات والمعاهد العليا والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة لإطلاعهم على الدور الذي تقوم به الأكاديمية في إعداد طلابها وتحقيق التلاحم بين هؤلاء وطلبة وطالبات كلية الشرطة باعتبارهم قوة واحدة في بناء الوطن ومواجهة التحديات بأحد مدرجات الأكاديمية شاهد الوفد فيلما تسجيليا عن أنشطة كلية الشرطة ومرافقها ومنشآتها أعقبه محاضرة عن جهود رجال الأمن الوطني في مكافحة الأعمال الإرهابية والإجرامية فهمونا الدور الإعلام المصري في توعية الشباب حتى الندوات ما كانتش عبارة عن ندوات التفكيفية ما كانتش عبارة عن ندوات بس بتنقلك علم لا بتنقلك واقع بتنقلك حقيقة بتحصل بتنقلك حاجات البلد شفتها حاجات البلد عزت بيها حاجات فعلا كان لازم الناس كلها تعرفها انطلق الوفد بين جنبات الأكاديمية ليتعرفوا على دورها في إعداد ضابط شرطة عصري مسلح بالعلم والمعرفة والتدريب قادر على مواجهة التحديات ومستجدات المرحلة بخاصة في مجال مكافحة الإرهاب واطلعوا على مدى قوة التدريبات وتطورها والبرامج التعليمية التي يتلقاها طلاب كلية الشرطة خاصة في مجال دعم القيم الإنسانية وصون قرامة الإنسان عرفنا كل حاجة هما بيعملوها والمحاكاة والتدريبات العملي اللي بتحصل وبصراحة شيء عظيم جدا بيزود عندنا فكرة الحب الوطن وقد ايه الناس دي بتتعب وقد ايه الناس دي بتمزل مجهود كبير جدا لان احنا نعيش في أمان الجولة كانت فرصة للوافد ليشاهدوا ما تملكوا كلية الشرطة من إمكانيات اللوجستية وتعليمية وتدريبية متطورة عكستها العروض التي قدمها الطلبة في مختلف مجالات العمل الأمني وأسنى عليها الوافد وعلى هذه الفرصة التي أتاحتها وزارة الداخلية لهم ليشاهدوا مراحل إعداد حماة أمن الوطن وبالجهود المبزولة في إعداد وتأهيل طلاب كلية الشرطة رجال أمن مصر في المستقبل شملت الجولة مشاهدة عروض لكتائب الخيالة وعروضا مميزة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة والتي توضح أساليب استخدام الكلاب المدربة في عمليات الحراسة والتأمين والبحث عن المخدرات والكشف عن المفرقعات أنا بوجه رسالة لكل قيدات شباب الإعلامية وكل شباب الإعلام تعالوا زور أكاديمية الشرطة هي فعلا حصن منيع لتأهيل طالب شرطي وظابط شرطي متخصص بينتلج في أدواته المفهيم العلمية والعملية الحفظ استقرار وأمن الوطن شوفنا نمازج مشرفة نمازج تطمنك تنان في البيت وأنت مرتاح نمازج كلا تخليك تبقى ماشي في الشارع نتطمنك زيارات تهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء وتنمية وتدعيم التعاون بين طلاب كلية الشرطة وشباب المستقبل والنهور بمستوى الثقافة بما يمكنهم من مواجهة التحديات التي تواجه الوطن زيارات تتعدد وتتواصل تستقبلها أكاديمية الشرطة من كافة الفئات بخاصة الشباب للتعرف على مرافق الأكاديمية ومنشأتها ودورها في إعداد الكوادر الأمنية على المستوين المحلي والدولي وهو ما يسهم في طعميق روح الولاء والانتماء لدى هؤلاء الشباب عبدالله بركات التلفزيون المصري وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 413 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 63 طن وفي مجالات الحجب والاحتكار والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 24.5 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 18.5 طن كما تم ضبط 20 طن أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 616 قضية من بينها 184 قضية خبز ناقص الوزن و163 قضية خبز غير مطابق للمواصفات فيما تم ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 107 أطنان أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأقمح المحلي انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطارف التابع لدار الإفتاء والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يضم المؤتمر نخبة من المسؤولين والباحثين والمتخصصين والأكاديميين ورجال الدين الذين يكتمعون من أجل تبادل الخبرات والتعاون لدكفي في منابع الإرهاب تحت مضالة الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف بعنوان التطرف الديني المنطلقات الفكرية والاستراتيجيات المواجهة وبمشاركة العديد من دور الإفتاء والمراكز البحثية على مستوى العالم هذا المركز سيكون له أثر كبير في تطهير المجتمع الإسلامي ليس في مصر فقط وإنما في جميع البلاد الإسلامية من التطرف الديني الذي أصبح عائقا عن نمو وتطور المستمعات الإسلامية هذا المؤتمر الرائع وعد له إعدادا حثيثا بجهد جهيد عملنا ليلة نهار في التجهيز لهذا المؤتمر في دراسة أبجديات التطرف في تحليل هذه الخطابات الشاذة كيفية الرد عليها هذا المؤتمر مهم للغاية لأن المسلمون بحاجة إلى فهم الصحيح للإسلام والمسلمون بالحاجة إلى التكاتف وبحاجة للاتحاد للصفوف فبناء على ذلك عندما يكون الصغرة فيكون هناك الفرصة للناس لا يعرفون الإسلام ويشبشون الإسلام الجلسة الابتتاحية للمؤتمر تضمنت عرضا لفيلم تسجيلي عن مركز سلام لدراسة تطرف فكرته ورسالته والمشروعات التي يعمل عليها حيث يعد هذا المؤتمر بمثابة التجمع الأكبر لنخبة من المسؤولين والبحثين والمتخصصين والأكاديميين ورجال الدين الذين يكتمعون من أجل تبادل القبرات والتعاون لتكفيف منابع الإرهاب ما يحدث اليوم في مصر هذا الحدث الكبير هذا المؤتمر يحسب لجمهورية مصر العربية لدار الإفتاء وحضور الأزهر وعدد كبير من العلماء نتأمل دوما أن نستبق الأحداث أن لا نكون فقط ردود أفعال لمشكلات اجتماعية أو فكرية أو سياسية هذا المؤتمر الذي ينظمه مركز سلام للدراسات التطرف يعد من المؤتمرات المهمة جدا التي يتم فيها تبادل الرأي وأيضا يتم فيها أو نتاج هذا المؤتمر يجب أن يخرج العالم كله لنقوم به أو نوصل رسالة لنبدء هذا التطرف وهذا الإرهاب نتشرف بأن نكون في هذا المؤتمر المهم الذي ترعاه مصر بما تملك من ثقل ووزن ودعوات وسطية هذا المؤتمر يأتي في وقت مهم ومفصلي في المنطقة هناك دعوات شادة كثيرة ظهرت في منطقتنا علينا أن نواجهها بقوة وبشكل واضح جدا ويقدم المؤتمر عددا من المشاريع والمبادرات المهمة من بينها موسوعة المرجع المصري لدراسات التطرف إطلاق أكاديمية سلام إطلاق الذاكرة الرصدية للتطرف فضلا عن إصدارات متنوعة حول ظاهرة التطرف والإرهاب ويؤكد على دور مصر الريادي في المنطقة العربية والعالم أجمع أحمد الحسيني التلفزيون المصري قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن مصر بلد سلام تبعث رسالة سلام للعالم كله مفادها أن ديننا هو دين السلام وخلال كلمتي التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف أكد جمعة المضي قدما بكل قوة في الدفاع عن ثقافة السلام انطلقا من سماحة الدين الإسلامي وعظمة قيمة الإنسانية الذي نؤكد عليه أن السلام لا يمكن أن يصنع من جانب واحد أو من طرف واحد ولا بد له من قوة تحميه وأمن في الوقت الذي نمد فيه أيدينا للدنيا كلها بالسلام نأمل أن يكون ذلك حال أقلاء العالم أجمع لنكبح معه جماح التطرف الديني الذي قد ينحف بعالم اليوم عن طريق الحرار الحراري والسلام والعيش الإنساني المشطع إلى تطرف وتطرف المضاد وعنف وعنف المضاد تدفع المشارية كلها ثمن هربائزة هذا وأكد مفتي الجمهورية شوقي علام المضي بعزم لا يليل لمحاصرة التطرف وتشدد ولتكفيف منابعه الفكرية وأضف علام أن رسالة مركز سلام تعد ترسيخا للمبدأين الراسخين لدار الإفتاء وهما المؤسسية والتخصصية ونحن إن شاء الله سبحانه وتعالى ماضون بعزم لا يليل وبهمة لا تعرف الكلل على درب هذه الكلمة وعلى درب هذه الفكر ومحاصرة التطرف وتشدد من ينادعه الفكرية وجذوره المعرفية فرسالة مركز سلام تعد تجسيبا للمبدأين الأساسيين الراسخين التي سارك عليهما دار الإفتاء المصرية عبر تاريخها العريق ألا وهما المؤسسية والتخصصية فيعمل مركز سلام على تقديم مخرجات علمية المؤسسية متخصصة ورسيلة ومتنوعة تسهم في دعم سياسة الدولة المصرية والعالم الأجمع والمتعلقة بمواجهة التطرف والإرهاد والمساهمة في تحقيق رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح الشيخ حافظه الله في الواجهة الشاملة للتطرف والإرهاد وكذلك العمل على تجديد خفاب الديني أطلقت مصر استراتيجية وطنية لتغير المناخ متعددة الأبعاد وتتناسب مع خطورة هذه القضية لتصبح خارطة الطريق لمواجهة التغير المناخي وتحقيق التوازن بين النمو المستدام والموارد الطبيعية وتحسين حياة المواطنين ومواجهة أثار التغيرات المناخية وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن أنفوغرافات تصلت الدوء على جهود مصر الدولية من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي من خلال تكثيف وتنصيق السياسات البيئية وفقا لأهداف التنمية المستدامة التقى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين لدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ مع السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ باتريشيا إسبينوزا يأتي اللقاء على هامش زيارة وزير الخارجية الحالية إلى مدينة بون بيلمانيا للمشاركة في الدورة الـ 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية عمل الجهازين الفرعيين للاتفاقية الإطارية على صعيد تعزيز عمل المناخ الدولي خاصة فيما يتعلق بتقديم المشورة العلمية والتكنولوجية والتنفيذ الفعلي لتعهدات المناخ والاتفاقيات ذات الصلة على رأسها اتفاق باريس لتغير المناخ كما اتفق الجانبان على ما تمثله اجتماعات الجهازين الفرعيين من خطوة مهمة في إطار الإعداد للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف التي تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر المقبل أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر مشروع مكافحة الإتجار بالبشر والممول من قبل وزارة الخارجية الأمريكية بمقر وزارة الخارجية وتضمن المشروع عددا من المحاور منها رفع مستوى الوعي العام بجريمة الإتجار بالبشر وأشكال هذه الجريمة وكيفية الإبلاغ عنها إلى جانب بناء القدرات الوطنية في مجال تقديم المساعدات والخدمات اللازمة لضحايا الجريمة لعادة إدماجهم في المجتمع اجتماعيا واقتصاديا ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتتشين عدد من حملات التوعية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر إلى جانب تعزيز خدمات الحماية لضحايا هذه الجريمة عن طريق تنظيم وتطوير دور الإواء والرعاية الخاصة بالضحايا وتدريب القائمين عليها أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم المروع الذي استهدف إحدى الكنائس بولاية أوندو النيجيرية جنوب غرب البلد وأصفر عن وقوع العشرات من الضحايا بجانب عدد من المصابين وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن مصر تعرب حكومة وشعبا عن صادق مواساتها وخالص تعازيها لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة ولأسر ضحايا متمنية سرعة الشفاء للمصابين مؤكدة على تضامنها الكامل مع نيجيريا في مواجهة كافة أشكال العنف ووقوفها بجانبها في هذا الظرف الأليم قالها المستجهر الألماني أولاف تشولتس أن روسيا لن تستطيع الاحتفاظ بقدراتها العسكرية بسبب العقوبات الغربية المفروضة نتيجة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وفي تصريحات صحفية خلال زيارة للعاصمة الليتوانية فيلنيوس أضاف شولتس أن هناك الآن عقوبات بعيدة المدى ستؤدي إلى انتكاسة للاقتصاد الروسي لعقود هذا يعني أن روسيا لن تتمكن من المشاركة في التقدم الاقتصادي والتكنولوجي العالمي قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن ميناء بيرديانسك وماريوبول الأوكرانيين الذين استولت عليهما القوات الروسية جرى تطهيرهما من الألغام ليكون جاهزين لاستئناف شحن الحبو وخلال تصريحات صحفية أضف تشويجو أنه تم الانتهاء من إزالة الألغام من ميناء ماريوبول مؤكدا أنه يعمل بشكل طبيعي واستقبل أولى سفن الشحن الخاصة به أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو تحرير مدينة سيفريسك دونتسك في قليم دونتسك من القوات الأوكرانية كما أكد شويجو تحرير جزء كبير من دونتسك ولوهانسك على طول الضفة اليسرى لنهر سيفريسك دونتس وأضاف شويجو أنه تم أيضا تحرير المناطق السكنية في مدينة سيفريسك دونتسك في لوهانسك بشكل كامل مؤكدا على تطوير الهجوم على محور مدينة بوباسنايا المجاورة وأفاد بأن إجمالي عدد الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا منذ بداية العملية العسكرية بلغ 6489 فردا حتى الآن أعلنت وزارة الدفاع الروسي إسقاط 12 طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعتين خاركوف ونيكولايف خلال 24 ساعة الماضية وقال المتحدث باسم الدفاع الروسي إيغور كوناشينكوف إن الطيران الروسي ضرب 65 منطقة تجمع للقوات الأوكرانية مما أدى إلى تدمير راجمتي صواريخ جراد مضيفا أن القوات الصاروخية والمدفعية أصابت ما يقرب من 39 موقع للقيادة و 47 موقع اطلق نار للمدفعية و 426 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية أعلنت عائلات مقاتلي مصنع أزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية استلام جثث عدد من المقاتلين وبدأت روسيا في تسليم جثث المقاتلين الأوكرانيين الذين قتلوا في مصنع الصلب في أزوفستال للسلطات الأوكرانية وقال القائد العسكري والقائد السابق لأزوف ماكسيم زورين في وقت سابق أن عشرات من جثث المقاتلين التي انتشلت من تحت أنقاض المصنع المدمر تم نقلها إلى العاصمة الأوكرانية كيفا حيث يجرى اختبار الحمض النووي للتعرف على الرفات وكان فوق أزوف من بين الوحدات الأوكرانية التي دفعت عن المصنع لما يقرب من ثلاثة أشهر بحث الرئيس البولندي أندري دودا مع نظيره الأوكراني فولديمير سيلنسكي دعم ورس المستمر لكيف بالإضافة إلى الأوضاع في شرق البلاد جاء ذلك خلال اتصال هاتفيا بين الرئيسين وذكر راديو بولندا أن دودا وزيلنسكي ناقش أيضا الخطوات الأخرى التي سيتم اتخاذها من جانب البلدين ردا على العملية العسكرية الروسية من جانبه أعرب الرئيس الأوكراني في تغريدة اللهو على تويتر عن شكره لنظيره البولندي إزاء جهوده في تعزيز الدعم الدولي لترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر 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 توقع البنك الدولي تزايد حدة تباطئ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 5.1% في عام 2021 إلى 2.6% في عام 2022 كما توقع البنك الدولي تراجع معادل النمو ليصل إلى 2.2% في عام 2023 وهو ما يعكس إلى حد كبير موصلة تقليز دعم سياسة المالية العامة والسياسة النقدية الذي كان يقدم خلال الجائحة وخلال تقرير أفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو توقع البنك الدولي أن ينخفض النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 6.6% في عام 2021 إلى 3.4% في عام 2022 أي أقل بكثير من المتوسط السنوي البالغ 4.8% الذي ساد خلال الفترة من 2011 إلى 2019 زاد المصرف المركزي الأسترالي معدلات الفائدة بنصف نقطة مئوية إلى 0.85% تأتي هذه الخطوة في وقت أدى فيه التضخم إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية كما زادت أسعار المنازل المرتفعة أساسا في المدن الرئيسية بربع قيمتها منذ بدء جائحة كورونا وذكر المصرف الأسترالي أن الاترابات في سلاسل الإمداد بسبب كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسهمت في الجزء الأكبر من الزيادة في معدل التضخم وأشار إلى أن من بين العوامل الداخلية التي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 5.1% هو الشح في فرص العمل والفيضانات واسعة النطق أظهرت بينات رسمية نمو النتج المحلي الإجمالي للسعودية 9.9% في الربع الأول من هذا العام بما يزيد على تقدير أولي الشهر الماضي بلغ 9.6% وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء هذا النمو الاقتصادي إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 23% وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى 2.6% عن الربع الرابع من 2021 بينما ارتفع النشاط النفطي 2.9% على أساس فصلي وقالت هيئة الإحصاء أن أنشطة البترول والغاز الطبعي كانت أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 32.4% نرشة أساسة ما زالت متواصلة وتتابعون فيها الخارجية الأمريكية تحذر كوريا الشمالية وتؤكد أن العالم سيرد وبقوة إذا أجرت بيونج يانج تجربة نووية أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي واندي شيرمان أنه سيكون هناك رد قوي وواضح من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية والعالم أجمع إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية وأضافت شيرمان بعد محادثات مع نظيرها الكوري الجنوبي أن أي تجربة نووية ستكون انتهاكا تاما لقرارات مجلس الأمن الدولي معربة عن اعتقادها أن العالم بأسره سيرد بطريقة قوية وواضحة أعلنت الصين رصد طائرات عسكرية أسترالية في بحر الصين الجنوبي وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية أن الطائرات العسكرية الأسترالية تهدد بشكل خطير سيادة الصين وأمنها وأن الإجراءات المضادة التي اتخذها الجيش الصيني معقولة وقانونية أظهر إحصاء صادر عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن حالات الإصابة بجدري القردة تأكد وجودها في 12 ولاية أمريكية أشار الإحصاء إلى أن الإصابات مستمرة في الزيادة مضيفة أن ولاية نيويورك ضمت أعلى عدد من الحالات برصيد سبع إصابات تليها كاليفورنيا وفلوريدا بأربع حالات لكل منهما قطعت وزيرة الخارجية الألمانية أن لينا بيربوك زيارتها إلى باكستان بعد اكتشاف إصاباتها بفيروس كورونا وذكرت وسائل الإعلام أن وزيرة الخارجية الألمانية ألغت ما تبقى من اجتماعتها في باكستان بعد أن فقدت حاسة التذوق أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستطلب من السياح الأجانب ارتداء أقناعة الوجه والحصول على تأمين لتغطية النفقات الطبية في حال إصابتهم بكورونا وأقامت وزارة السياحة اليابانية بوضع مبادئ توجيهية لوكلات الصفر والفنادق قبل استئناف استقبال الوافدين يوم الجمعة المقبل بهدف السياحة وسيقتصر الدخول في البداية على الجوالات المصحوبة بمرشدين من 98 دولة ومنطقة تمثل الأقل خطرا في الإصابة بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والتايلند طلع الفريق أول محمد حمدان دوكلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني على سير تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان والتحديات التي تواجه عملية التنفيذ وبحث الفريق دوكلو خلال لقائه بقصر جمهوري نائب رئيس جمهورية جنوب السودان السيد جيمس واني إيقا فاق التعاون المشترك بين الخرطوم وجوبة في المجالات المختلفة لسياما الجهود المشتركة لترسيخ السلام والاستقرار في ربوع البلدين شاهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة شرف ثلاثة تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض تقارير التي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد للعناصر المشاركة بالمشروع شاهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة شرف ثلاثة والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي للهيئة والإدارات وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى اللواء أركان حرب أهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الدائم للهيئة الهندسية لتؤدي مهامها بكفاءة واقتضار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة وقد تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير والتي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد للعناصر المشاركة بالمشروع ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كما نقش عددا من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم والتعامل الأمثل لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة المشروع وفقا لتخصصاتهم المختلفة مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه هيئات القيادة على كافة المستويات مؤكدا أن القوات المسلحة بما تملكه من خبرات وإمكانات لن تدخر جهدا للمشاركة في تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بجانب مساهمتها في إنجاز المشروعات التنموية القومية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وكان الفريق أسامة عسق الرئيس أركاني حرب القوات المسلحة قد شهد مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات للعناصر المشاركة في المشروع أثناء مراحل العمليات ونقش عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذ مهامهم وقام بفرض عدد من المواقف الطريقة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار المناسب أثناء تنفيذ المهام وفي سياق متصل قام الفريق أول محمد زكي بجولة تفقدية لعدد من الوحدات الفنية التخصصية التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة تضمنت افتتاح عدد من المصانع بورش الانتاج الرئيسية التي تعمل بأحدث الوسائل والنظم التكنولوجية المتطورة في المجالات الهندسية المختلفة كما استمع خلال الجولة إلى شرح مفصل عن آلية العمل داخل تلك الورش والمصانع بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى ومواكبة منظومة التحديث والتطوير التي تتم بمختلف الأسلحة والتخصصات بالقوات المسلحة بحثت وزيرة الثقافة إناس عبدالدايم مع وفد فرنسي برئاسة عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي كاترين مورين ديسايو سبل دعم التعاون المشترك وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين المصري والفرنسي في مختلف المجالات الثقافية والفنية والتراثية وخلال اللقاء أشهدت إناس عبدالدايم بقوة ومتانة الروابط بين الدولتين وبالتعاون الدائم بينهما في المجالات الثقافية والفنية خلال عقود المضت والتي توجها إعلان عام 2019 عاما للثقافة المصرية الفرنسية مشيرة إلى الطبع المميز للإبداع الفرنسي بمختلف صوره وأضافت أنه تم الاتفاق على البدء في دراسة وإعداد مجموعة من المشروعات الفكرية والفنية بين الجانبين مؤكدة أن القوى الناعمة تلعب دورا مهما في تعميق يواصل الصداقة بين الشعوب والتعبير عن الواقع الإبداعي في المجتمعات أعلنت وزيرة الثقافة إناس عبدالدايم ورئيس المجلس الأعلى للثقافة جوائز الدولة التقديرية النيل التفوق التشجيعية وذلك في مجالات الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية الاقتصادية والقانونية وذلك بعد الاجتماع السابع والستين للمجلس الأعلى للثقافة وفاز بجائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون الدكتور جمال يقوت والدكتور أحمد عبد الكريم وفي مجال الأداب فاز بها كل من الدكتورة ريم بسيوني والدكتور عمر دوارة وفي مجال العلوم الاجتماعية فاز بها كل من الدكتورة إيمان عمر واسم المستشارة تهاني الجبالي وضم الفائزين بجوائز الدولة التقديرية في مجال الفنون الفنان رشوان توفيق والدكتورة سهير داكي حواس واسم الدكتور أحمد نبيل أعقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إراد نهر النيل اجتماعا برئاسة وزير الموارد المائية والرأي محمد عبد العاطي وأوضح عبد العاطي أن الوزارة تستهدف توفير الاحتياجات المائية بكفاءة وتعمل الفوري لحسم أي شكاوى من المنتفعين وأقام الوزير خلال الاجتماع بمتابعة الموقف المائي بمختلف إدارات الرأي والصرف والميكانيكا لضمان تحقيق المناسب الآمنة بالطرع والمصارف والاتمئنان على جهازية محطات الرفع ووحدات الطوارئ بمختلف المحافظات ووجه الوزير بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى لاحتياجات لإدارة المنظومة المائية بنجاح أعلنت وزارة التنمية المحلية عن طلقي 479 972 رسالة ضمن مبادرة صوتك مسموع منذ إطلاقها وتشتمل على 89 235 شكوى خلال شهر مايو الماضي تم حل 86 435 شكوى منها بنسبة 97% ويجرى حل 2800 شكوى انطلقت ورشة عمل الخطة الوطنية وخطة المحافظات محسوبة التكاليف لتأمين وسائل تنظيم الأسرة وتهدف الورشة إلى تزويد المانحين والشركاء التنمية وصناع القرار وممثل قطاع الخاص برؤية شاملة عن الاستراتيجيات الوطنية لبرنامج تنظيم الأسرة في مصر بهدف تحقيق التوازن بين معادل النمو السكاني ومعادل النمو الاقتصادي انطلقت ورشة عمل الخطة الوطنية وخطة المحافظات محسوبة التكاليف لتأمين وسائل تنظيم الأسرة احنا جابنا الخطط بالنسبة لكل محافظة وحطينا التكاليف بتاعتها والأنشطة اللي احنا عملينها وبنعرضها النهاردة على الجهات المنحة والقطاع الخاص على أساس انه هم يساهموا ويقدروا يدعموا هذه الخطة محسوبة التكاليف من خلال الجهات المنحة زي ما احنا عارفين موجودة في مصر وانها بتساهم على طول فهما ممكن يساعدوا معنا في تنفيذ هذه الأنشطة وهذه الخطة احنا كاتحاد الأوروبي مع شاركة مع وزارة الصحة والسكان والصندوق الممتحدة للسكان نعمل سويا على النجاح في أهداف استراتيجية وخصوصا الاستراتيجية الجديدة اللي اطلقت تقريبا من اسابيع عن تنمية الأسرة أو ما يسمى استراتيجية تنمية الأسرة والتي تدي دور مهم للمرأة تهدف الورشة إلى تزويد المانحين وشركاء التنمية وصناع القرار وممثل القطاع الخاص برؤية شاملة عن الاستراتيجيات الوطنية لبرنامج تنظيم الأسرة في مصر والانجازات التي تم تحقيقها والأهداف التي يسعى البرنامج إلى ترجمتها بصورة وقعية في المستقبل الهدف من الورشة احنا عايزين نعرض خطة قومية محسوبة التكاليف لتأمين توفر الوسائل على مستوى الناشونال وعلى مستوى المحافظات الغرض من الخطة دي ايه؟ القرض ان احنا عاملين أنشطة الخطة دي مترجمة لأنشطة وندعي الجهات اللي تقدر تشارك معانا الجهات المنحة أو الشركات اللي اقدروا يساعدوا معانا في تنفيذ الخطة دي 27 خطة محلية محسوبة التكاليف على مستوى المحافظات في الفترة من 2022 وحتى 2026 ستساعد على تحقيق أهداف الأسرة على مستوى المحافظة ليجد كل مواطن مصري غذاء وتعليم وخدمة صحية ومياه وطاقة وفرصة عمل ولان نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة إلى مصطفى ميزار نتحول لمعرفة آخر أخبار اقتصاد العالم والاقتصاد المحلي في مصطفى شكراً نوها توفيق وشكراً صحر دي أهلاً بكم مشاهدين الكرام في هذه الجولة من أخبار المال والأعمال رفع البنك الدولي من توقعات لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 6.1% مقارنة بـ 9.9% في توقعاتي السابقة خلال اجتماعات الربيع في شهر إبريل الماضي وتوقع البنكو في تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نمواً بنسبة 4.8% وفي عام 2024 يسجل أيضاً نمواً بنسبة 5% التقرير أوضح أن الاقتصاد المصري شهد نشاطاً أقوى من المطاقع خلال النصف الأول من السنة المالية ما أسهمت في تعديل النمو إلى 6.1% خلال السنة المالية 2021-2022 أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في خطة عمل الوزارة وذلك لتحقيق مستهدفات الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية وعدد من قيادات الوزارة وأشرت الوزيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بمنح المزيد من الدعم والمساندة لرجال الصناعة للمساهمة في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبيرة والمتوسطة والتحقيق مستهدفات الخطط التنموية للدولة في المجالات الخاصة بالقطاعات الإنتاجية والخدمية على جانب آخر أصدرت وزيرة التجارة والصناعة قرارا بتشكيل لجنة اشتراطات منح الترخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبدالوهاب مع رئيس غرفة التجارة والصناعة القطري خليفة بن جاسم الثاني وعدد من أعضاء الغرفة في ثاني أيام زيارته إلى دولة قطر كما شهد اللقاء استعراض أبرز مستجدات مناخ الاستثمار في مصر وأهم المؤشرات الاقتصادية التي تظهر نجاح الحكومة في تحقيق معدلات نمو إيجابية وكذلك الجهود المصرية لتسهيل عمليات تأسيس وتشغيل الشركات وتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية وفقا لأطر زمنية محددة على جانب آخر التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برؤساء كبرى شركات التطوير العقاري القطرية للترويج لأهم المشروعات العقارية في مصر إلى البرصة المصرية حيث أنهت المؤشرات جلست التدولات على ارتفاع جماعي وارتفع فيها رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايدة بالسوق بنحو ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى ستمائة وثلاثة وستين وخمسة من عشر مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إي جي إكس تيرتي عند مستوى تسعة ألاف وتسعمائة وأربع وثمانين نقطة وأغلق عند مستوى عشرة ألاف وثمانين وأربعين نقطة مرتفعا بنسبة أربعة وستين من مئة في المئة أما مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس سيفنتي ففتح عند مستوى ألف وسبعمائة واثنتين وستين نقطة وأغلق عند ألف وسبعمائة وواحد وثمانين نقطة مرتفعا بما نسبته واحد وثمانية من مئة بالمئة كما فتح مؤشر إي جي إكس وان هندرت متساوي الأوزان عند مستوى ألفين وستمائة وثلاثين نقطة ليغلق عند مستوى ألفين وستمائة وسبع وستين نقطة مرتفعا بنسبة واحد وأربعة من مئة في المئة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيه و 62 كرشا للشراء و 18 جنيه و 70 كرشا للبيع بالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى 19 جنيه و 87 كرشا للشراء و 19 جنيه و 96 كرشا للبيع بالنسبة للجنيه الاسترليني فقد وصلت قيمته إلى 23 جنيه و 29 كرشا للشراء و 23 جنيه و 40 كرشا للبيع وبالنسبة للعملات العربية مقارنة بالجنيه المصري فقد سجلت درهم الإماراتي ما قيمته 5 جنيهات و 7 كروش للشراء و 5 جنيهات و 9 كروش للبيع وأخيرا الريال السعودي الذي وصلت قيمته إلى 4 جنيهات و 96 كرشا للشراء و 4 جنيهات و 98 كرشا للبيع إلى أسواق المال الخليجية وفيها أغلقت الأسهم وأغلقت على انخفاض مقتفية أثر الأسواق العالمية إذ أدى ارتفاع التدخم والتباطو الاقتصادي الذي يلوح في الأفق إلى تراجع في شهية المستثمرين وتراجع فيها المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 1 و 2 من 10% كان الأكثر تراجعا بين أكراني في البرصات الخليجية وهبط المؤشر الرئيسي في دبي بـ 5 من 10% كما تراجع المؤشر الرئيسي في أبو غبي بنسبة 3 من 10% مواصلا خسائره للجلسة الخامسة على التولي ونزل المؤشر القطري بنسبة 1 من 10% كما تراجع المؤشر الرئيسي في الكويت بنسبة 4 من 10% فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم في والوستريت على انخفاض وسط مخاوف بشأن تباطؤ الطلب في ظل الضغوط التدخمية ما أدى إلى نزول أسهم شركات مبيعات التجزئة وهبط فيها المؤشر دواد جونزل صناعي بنسبة 40 من 100% كما فتح المؤشر ستاندرد أندبورز 500 منخفضا بنسبة 61 من 100% ونزل المؤشر نصلاك المجمع كذلك بنسبة 1 و 12 من 100% وصلنا معكم مشاهدي الكرام لنهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال نعود للعنوين والختام مع نهى توفيق وصحب بدورنا نشكرك شكرا جزيلا المصطفى ميزار وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة وتبقى التذكير بالعنوين الرئيس السيسي يلتقي المبعوث الخاص لرئيس زنبابوي ويؤكد حرص مصر على تعظيم تنصيق وتشاور الثنائي الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الانشائية لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة طبقا لأرقى المواصفات العالمية المستشار الألماني يؤكد أن العقوبات تمنع موسكو من الاحتفاظ بقدراتها العسكرية ويتوقع انتكاسة للاقتصاد الروسي لعقود وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة